السلام عليكم خوتي مرحبا بكم جميعا متابعنا عبر قناة الاشتراك في خوتي اليوم عندنا طريقة يعني خاصة بتحديث جهاز الاستقبال والطريقة هذه بوسطة الهاتف إخواني بالنسبة الطريقة الأولى كين طريقة الأولى وهي عبر الانترنت يعني بدون يسبر نديرين عليها فيديو تلقوه الفيديو تحادل طريقة VFTP في صندوق الوصف والطريقة الثانية وهي عبر الفلاش اس بي باش نديرها بالاس بيخوتي لازمنا ندخله الى موقع التحديثات يعني مواقع تبغي كين موقع الصرصات كين موقع الجيون مهم اي موقع خاص بالاجهزة الاخرى مثل الإيكون وكل اجهزة الاستقبال وكين موقع وحد اخواني سوف نشرحه ان شاء الله في الفيديو جاي وهو خاص بجميع أجهزة الاستقبال يعني موش خاص بالجيون هو تتابع معنا شرح قبل تنزيل التحديث يجب عليكم تحميل التطبيق هذا يعني على شكل كتب هو تطبيق رار باش تديروه لما تحملوا التحديث تجو عند داولون داكنوريكم طريقة كيفاش تديرو استخراج الملف التطبيق موجود على متجر جوجل بلاي تدخل هنا بلاي و Oil play وتكتب مثلا رار هذه الحالة قد يتطلع هنا دعوها فتح تطبيق لنفيش بزاف يعني ولكي يفك الضغط عن التحديث دكنولو كيفاش نفيد بيه انجو هنا نجو عند كوجل كروم اي متصفح اوبيرا ولا موزيلا وندخلو هكذا لتحميل التحديث ونكتب زينات سات دي دابليو يعني الموقع الخاص بالتحديثات ندخل هكذا للموقع ثم نأتي الى الشرطات هدو هنا كين نوفو وهنا السيرفرات الخاصة باشيرينغ هنا كل ديمو سيرفر تاعه مثلا انا عندي جيو انكات مني ايفو ندخل اس او يعني حسب السيرفر لديهم رسويت مثلا فانكات حسب السيرفر هنا هدو قاس اه متجيش امكات عادي ونطلع ميزاجور كما امسانك يعني اللي اظهر مؤخرا ولا امكات ايفو كل تحديث خاص بجهازه كل تحديث خاص بالجهاز هاولا امكات ايفو ندخل هكذا ندخل هكذا ثم هذه هي هو جهاز الجهاز اللي اختارتها هنا باش نطلع ميزاجور هذه التحديثات يعني جل التحديثات تلقاها هنا كين تحديثات تلقاها موجودة في التطبيق يعني او في الموقع الرسمي كين تحديثات ما تنزلش هنا تنزل مباشرة في جهاز الاستقبال وتنزل يعني ويتم تمريرها عبر خاصية اوبدات اولاين هذا مفهوم بالنجحة من فيديو بطريقة اوبدات اولاين ندخل هكذا ونبحث عن التحديث المراد تمريره مثلا هادا تحديث يعني version 19 نحن نشوفو افريل قصني يعني هاولا التحديث اللي نبحث عليه انت تشوف تحديث اللي تبحث عليه وتشوفو هنا هذه هي هنا التحميل المجاني هنا نوم دفشي هنا لغضات فشهود التحديث وهنا التحديث تحديث معه كما نقولوا ما هو جديد التحديث يوتيوب او هذا تحديث تحديث معه جب مع سيرفر يعني تلقية سيرفر 140 واد شوتر يعني اضافة تطبيق او او اي بي تي في شوتر مباشرة نجي انا هنا ندرو التحميل نجونا عند بوغل كروم هاولا التحديث نضغط على علامة الملف هل تريد تنزيل الملف مرة اخرى هل تريد تنزيل ندرو تنزيل الملف في تنزيل الملف وهكذا تم تنزيل الملف مباشرة لما تدير فتح انتا كي تكون مطلع معك التطبيق يعني كي تكون مطلع على تطبيق تطبيق الخاص بفك الضغط وهو التطبيق التي تحكي عنها يتيب مباشرة عندما تضيف الفتح يجب التطبيق لكي تفك الضغط أو تضيف استخراج الملف نعود نجو نعود نجو نحن نضيف ثم نجو نبحث عن اخواني عن تبع ملاح نجو استخراج الملف نضغط عليها نضغط عليها نضغط موافق سيتم فك الضغط عن الملف و هكذا الملف أصبح مضغط بسيغة نجو نجو أن تدخل الملف لكي تضيف تحديد في الفلاشة لكي تضيف القطعة هنا كابل أو تيجي كابل أو تيجي وهذه قطعة أو تيجي هنا يأتي الفلاشة وهنا منها تيب سي تجيب تيب سي تجيب تيب سي والنرمال و أخوتي لكي تطلع المساجر معكم يجب استخراج التحديد كما نقول التحديد يطلع على شكل كتب ولكن كما نقول استخراج النص أو استخراج التحديد أو تيجي بعد تركيب أو تيجي في الهاتف وبهذا الدولة مباشرة إلى الدولة نعلم عليها وننسخ إلى هنا تم النسخ بعد ما دلنا نسخ للتحديد من الملفات والتحديد قلت لما يتم تنزيل الملفات وتفوته في USB عبر قطعة OTG أخوتي هذا من فهم عند تحديد في USB ركب USB في جهاز استقبال وندخل إلى USB كنترول لجيون أمكات ميني والأجهزة المشابهة في USB كنترول ونأتي إلى برامج الوجي سياب أو USB يخدم معنا يجب يخدم معنا يخدم معنا أخوتي ونحاوسه هنا الملف اللي طلعناه ومين تم ندير التمرير مثلا ندير المثال على هذا التحديث نضغط لما ترى الملف اللي طلعته الملف اللي طلعته يعني أي ملف اللي طلعته أو تحديث اللي طلعته مثلا Uncans Vanskart Diznav مثلا ندير هكذا وهنا هكذا 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 يتمرر معك الجهاز التحديث وتحدد الجهاز التحديث وهذا بواسطة الهاتف دائما نستعمل قطعة OTG و USB و كابل OTG لكي نفوت الملف أو التحديد أخوتي ما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم وكذلك كي تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته